بعد أن قتل وشرد أهلها الأصليين واستحل أراضيهم وممتلكاتهم ههو ذا الاحتلال العثماني يطل برأسه من جديد في عفرين من خلال بنائه المستوطنات تحت غطاء مفضوح والدعاء بالإنسانية تدفق المستوطنين من الغوطة الشرقية وحمص وغيرها من المناطق السورية لا يزال مستمرا إلى المدينة المكلومة بالإضافة لغير السوريين كالإيغور وعناصر من تنظيم داعش الأجانب على حساب تهجير عكسي لأهلها الأصليين بعد سلب ممتلكاتهم وقطع مصادر أرزاقهم لتفريغ المنطقة وفرض التغيير الديمغرافي عليها وبحسب إحصائيات رسمية لمنظمة عفرين لحقوق الإنسان فقد تم توطين أكثر من 400 ألف مستوطن في قرى ونواح عفرين السبعة ترافق مع تغلغ لجمعيات مدعومة بالمال القطري والكويتي وتحت ستار الإنسانية لبناء مستوطنات على أراضي المهجرين لتثبيت الاستيطان عليها جمعيات مثل الأياد البيضاء التركية والعيش بكرامة الفلسطينية والكويتية الخيرية والقطرية للسرطان وعرب 48 ومثلها 24 جمعية أخرى وبدعم مالي من قطر والكويت وفلسطين بنت مئات الوحدات الاستيطانية في نواحي المدينة وفقا للمنظمة تداعيات كارثية رافقت التهجير منها عمليات الخطف مقابل الفدية وتدمير قرى للإزيديين بأكملها ومصادرة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وقطع آلاف أجار الزيتون لتتحول المدينة وريفها إلى شبه صحراء وما تلك المخططات الاحتلالية الممنهجة وبحسب مراقبين الاستهدافا للوجود التاريخي للكرد الممتد لآلاف السنين وهويتهم الثقافية في عفرين المحتلة لتشكل حاجزا أمام عودتهم إلى مدينتهم الأمر الذي يعتبر جريمة تهجير قسري وجرائم ضد الإنسانية وفقا للمادة التاسعة والأربعين من اتفاقية جينيف الرابعة لعام 1949